كفاية وبين القدرة وبين الموهبة ما الفرق بينهم؟ أشياء في وظيفته أو في تخصصه أو في دراسته أو حتى في زواجه بسبب عدم قدرة على التأقلم عدم قدرة على التكيف أو ما يسمى بوهم الثقة أو وهم المهارة والمعرفة الإنسان يتوهم أن قادر لا يستطيع أن يزيل هذا الوهم إلا بمطرقة التجربة فإذا جرب اكتشف هل هو قادر أو غير قادر المعرفة والمهارة والاستفادة من القدرات والاتجاهات مهم جدا بحيث أن الإنسان يستطيع نقل معارفة يستطيع تأثير في الناس يستطيع إيصال ما يريد من خلال هذه المهارات أو الحصول على ما يريد السلام عليكم ورحمة الله إياك الله أبا حسن وعليكم السلام عليكم ورحمة الله إياك الله وبدرحل وسهل الله يسلمك اليوم السؤال عن المهارة وش مهاراتي وش أمتلك وش عندي وش مواهبي وما إلى ذلك في غنك ليش هذا السؤال مقلق ولماذا نفرد له حلقة كما يقول ابن خلدون إنسان مدني بالطبع مدام إنسان مدني فهو يختلق بالناس يلتقي معهم يحاورهم هذا المدنية في الإنسان في طبعه تجعله يحتاج إلى بعض المهارات التي يتعامل بها قضية الثانية أن الإنسان يمر بأعمال في حياته بمواقف يحتاج إلى أن يتقنها أن يقدمها بصورة متقنة هذا نوع من الإتقان والإحسان الذي يستطيعها الإنسان القضية الثالثة أن كثير من الأمم والدول والشعوب يكون نهضتها من خلال امتلاك عدد من المهارات التي تجعلهم يتقدمون يزدهرون أيضا إنسان في حياته يمر بمنعطفات بتقلبات بظروف يسقط أحيانا هناك بعض المهارات التي تساعده على الاستمرار تساعده على الخروج من الأزمات تساعده على الخروج من المعازق مشكلة كثير من الناس أنه يمر بمواقف وأحداث بسبب ضعف مهارته لا يستطيع أن يتجاوزها توقع أن الأربع هذه تجعلنا خصوصا للشاب لأنه في مرحلة تعلم ومرحلة اكتساب معارف ومهارات نفرد حديث خاص بالمهارات أيضا يبدو أيضا تأكيد على سنة التسخير أن الله سخر الناس بعضهم لبعض أنا أمتلك مهارة أمتلك لا تتقنها وبالتالي تحتاجني والعكس وبالتالي يصبح المجتمع متعاون متكامل متكاتف بناء على هذا الاندماج كل واحد يكمل نقص الآخر بالطبع لا شك أن فائدة الناس من بعضهم مستوى مهاراتهم وغيرها والإنسان إذا وجد عند غيره من المهارات قد يكون إذا كان مميز في مهارة هو مميز فيها قد يأسره بها وإذا كان مميز في نقطة الضعف قد يستشير فيها وهكذا تجد أن الإنسان يحتاج إلى غيره في المهارات كما أن اليوم هناك أيضا اتجاه عالمي في قضية أن المهارات مؤثرة في التوظيف المهارات مؤثرة في الحصول على مصدر دخل فهذه المجموعة هذه القضايا كلها تؤكد على أهمية تحديث المهارات للشباب أضيف إلى ذلك أن تقدير الإنسان لذاته مبني على تحقيقه لذاته وتحقيقه لذاته مبني على أن يحقق منجزات وتحقيق المنجزات بعد توفق الله عز وجل أولا وآخرا مبني على إتقانه لمجموعة مهارات عندما يمارس الإنسان هذه المهارات يفرغ هذه المهارات يستثمر فيها وقته يسقل فيها شخصيته يسقل فيها إنجازاته يرتفع تقديره لذاته وتتحسن حياته وبالتالي يحتاجه الناس يسألون عنه يزداد احترامه القاعدة تقول كلما زادت مهاراتك زادت حاجة الناس إليك وزاد استغنائك عن الناس أنت تعرف للحاسب وتعرف للترجمة وتعرف في الطقس وتعرف في الكورة وتعرف في الفكر وتعرف في التدبر وتعرف هذه المهارات التي تعرفها وعندك فيها مهارات إذا أتقنتها فأنت في غناء عن الناس زاد استغنائك عن الناس وزادت حاجة الناس إليك يتصل عليك أبغى كذا يتصل عليك أبغى عندي شيء بدي تسويه في الفوتوشوب وعندي كذا الجوال طافي كله يتصل عليك وكلما قلت مهاراتك زادت حاجتك للناس وزاد استغناء الناس عنك تصير أنت اللي تتصل أنت اللي تطلب فتصير من كثرة الطلب إذا شاف الواحد رقم جوالك زهد فيك لأنك أنت من نوع اللي ياخذ ولا يعطي ولذلك تحصيل الإنسان لكثير من المهارات لديه يعين أولا أن يكون نجم الاجتماعي أن يكون نجم الاجتماعي المهارات مثل المغناطيس الناس يجتمعون حول الإنسان الذي يقدم الخدمات وهذه جبلة في الناس جبلة اثنين المهارات هو استثمار للوقت ثلاثة أنا أشعر أن إهمال المهارات قد يسأل عن هذا الإنسان الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الله عطاك هذا عطاك شيء والله لا يخلق عبا لماذا ما استثمرتها لماذا لم تنفع بها نفسا لماذا لم تدفع بها جهلا لماذا لم تمط بها أذن هذه الفكرة في قضية المهارات يجب أن لا نعطلها السفن ليس الخوف عليها أن أن تعبر البحار الخوف عليها أن تظل في السعهل الطائرات ليس الخوف أن تكون في السماء بل أن يأكلها الصدى وهي في المدرج فمثل هذه الأشياء أن الإنسان أول شيء أول شيء أني أعرف أنا مهاراتي ثم أني أنفع نفسي وأنفع بها ديني ووطني ومجتمعي لأكون إنسانا فاعلا ونافعا بإذن الله تعالى أبو حسان قبل ما ندخل ويعني كذا نحمس أنفسنا في قضية المهارات كيف مقصود المهارات؟ المهارات هي القدرة على أداء مهمة أو نشاط من خلال التدريب والممارسة طبعا الحديث عن مهارات طويل ويختلهم فيه لكن أتوقع هذا يعني تعريف مختصر يؤدي الفكرة أنك تؤدي مهمة أو نشاط عن طريق التدريب المهارات مثلا شخص يريد يتعلم مثلا الإلقاء يبدأ هذا الشخص يتدرب عليه يتعلم يمارس يجرب يجد بعد فترة أن هذا الشخص امتلك هذه المهارات وأصبح متخنا لها فهذا هو المقصود بالمهارات ومهارات كثيرة جدا يعني إذن ما الفرق بينها وبين الكفاية وبين القدرة وبين الموهبة ما الفرق بينها؟ الكفاية هي الحد الأعلى من المهارة أو غيرها الكفاية هي الحد الأدنى القدرات هي استعدادات فطرية عند الإنسان قد تحتاج هذه القدرات إلى تطوير وأحيانا إلى تمهير بحيث أن الإنسان يكون فيها أفضل من وضعها الطبيعي جميل الموهبة؟ الموهبة في ظني هي نبوغ يولد مع الإنسان أعلى من القدرات يعني شيء يفوق فيه غيره من القدرات التي يمتلكها هذا النبوغ أتوقع أنه هو موهبة مثلاً لو كان الإنسان عنده قدرة على الإقناع وعنده قدرة على التحليل لكن عنده موهبة في الإلقاء مثلاً هذه الموهبة فيها يفوق غيره فيها فهذه هي قضية الموهبة أن هذا الشخص يعمل هذا الفعل دون جهد يفوق الآخرين فيه جميل الآن الكفاية والكفاءة مثلاً واحد يعرف يفتح الجوال ويعرف مثلاً يعيد ضبطه وكذا نقول لهذا في تعامل مع الجوال يمتلك حد الكفاية جميل بس إذا صار يقدر يبرمج ويشتغل ويمنتج ويسوي للصيانة لا نقول هذا يمتلك مهارة الكفاءة في التعامل مع الجوال بس عشان المستمع يفرق من خلال المثال الأمر الآخر في قضية الموهبة الموهبة هو من فعل وهبة فأنت مولود بها إذا تركتها ذبلت ذبلت هي مثل البذرة تحتاج إلى سيقايا وتحاج إلى بيئة تنشأ فيها وتكمل الموهبة إذا تركت ذبلت لذلك جون ماكسويل لما جاء يتكلم عن كتاب جميل كتابة الموهبة وحدها لا تكفي يتكلم أن الموهبة تضر بأصحابها بمعنى يقول أن اتكاء الإنسان على أنه موهوب في شغلة مغيينة تجعل غير الموهوب يفوقه من خلال أنه يتدرب ويتعلم ويحاول ويصر لأنه يريد أن يمتلك المهارة في هذا الشيء فيتفوق على الموهوب الذي اعتمد فقط على موهبته اخذها في الرسم اخذها في لعب الكورة اخذها في مثلا حب التقنية والتركيب وكذا يختلفون اللي يتدرب وغيرها لذلك العرب تقول رأس الخطابة إذا قلنا هذا العمود إذا ما هم موجود سيسقط الرأس إذلك الاكتفاء فقط بأنني موهوب في هذه الشغلة بدون الممارسة والتدريب وتطويرها وتنميتها والقراءة فيها هذا يضر كثيرا بمسألة الموهبة نجي مسألة الآن القدرة الآن أي أداء عندنا؟ أي أداء؟ لو أردنا أن نحن نقسم من قسم قسمين الأداء ينقسم إلى قسمين إلى رغبة وإلى قدرة نجي نمسك الرغبة وانفتتها الرغبة عبارة عن ميول ودوافع الفرق بينهما أن الميول قبل الشيء والدوافع أثناء الشيء يعني أنا عندي ميول أن أفعل فإذا بدأت أفعل الذي يجعلني أستمر هي الدوافع فالرغبة تتكون بين الميول والدوافع طيب هذه الرغبة وعندي شيء اسمه القدرة قدرة فعندي رغبة وقدرة تعطيني أداء معين والأداء يعطيني إنجاز طيب تكلمنا عن رغبة أنها جزئين نجي نتكلم عن القدرة القدرة جزئين معرفة ومهارة هذه المعرفة ومهارة المعرفة في كل أمر أريد أن أفعلها وأكون قادر عليه تحتاج مني معرفة قبلية قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد الفعل لتغذية راجعة أعرف أني ماشي صح ولا لا المهارة عشان أنا أنميها أنميها أحتاج إلى استمرار أحتاج إلى تغذية راجعة وأحتاج إلى زيادة مستوى التحدي يعني ما أسوي شيء دائم أنا معتاد عليه وفقه ما وسهل عليه وبالتالي تبقى مهارتي ياسر كما هو أمس واليوم وبكرة فتزداد مهارتي بهذه الطريقة فإذا كان عندي مهارة ونميتها ومعرفة وزودت حصيلتي فيها لأصبحت قادر على الأداء يعني من التفرقات البسيطة جدا أنا ممكن أن نطرحها الفرق بين المهارة والموهبة الموهبة تأتي المعرفة بعدها والمهارة تأتي المعرفة قبلها بمعنى أنا عندي مهارة أجي وأتعلم أتعلم 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 بعدين أجي أطبق 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 إلى أن أتمكن بينما الموهوب غالبا أنه يعمل بموهبته بفطرته بعدين يبدأ يقرأ فالمعرفة في الموهبة تأتي تبعا بعدها هذا هو الأصل لكن المفترض أن الإنسان مهما كان موهوب أو كان يريد أن يكون مهارة أنه يقرأ ابتداءا يستمر يمارس 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 حتى يتمكن لذلك أحيانا يحسنك أنك تشوف ناس عندهم ما شاء الله مواهب وقدرات وإمكانات وبسبب ضعف تطويرهم لها أو اهتمامهم بها أو حتى كسل أحيانا أو انشغال بأمور أخرى تجد أنهم فرطوا في هذه الموهبة العظيمة لذلك قالوا ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام يعني شخص يستطيع يقدم شيئا من خلال هذه الموهبة التي أتاه الله إياها أظن أنها شيء مهم لذلك في كتاب اسمه ما هي ميزتك الوحيدة لستيف أولشار من صدرات جليل قال أن كل شخص الله جل وعلا أتاه هبة ربانية وموهبة فإنسان إذا استطاع أن يكتشف هذه الموهبة التي الله جل وعلا أتاه إياها وطورها من خلال التدريب والممارسة والمعرفة والرغبة راح يكون هذا فتح عليه سواء على مستوى تأثيرها على مستوى رزقه على مستويات كثيرة في استطيع استفادة من هذه المهارة نعم صدقت وتقاس المهارات ببساطة يعني ببساطة من هذا أفضل فلان ولا أفضل ببساطة المهارة أن تعمل أسرع بأخطاء أقل فكلما أنت سبقتني سرعة بأخطاء أقل أنت أكثر مني مهارة يعني هي يعني أحد الأشياء اللي تسهل عليك أنك تقيس مهارتك مؤشر مؤشر حسنت مؤشر السؤال كيف أكتشف أصلا أنا المهارات اللي عندي الاكتشاف المهارات هي فرع عن اكتشاف الإنسان لنفسي وسبق يعني يمكن تكلمنا عنها في اختيار التخصص في المشروع اللي هي الإجابة عن سؤال من أنا من أنا قد تكون هي اكتشاف قدرات ومجالات وتخصصات ومنها المهارات تميح فالأدوات التي ذكرناها في اكتشاف المشروع أو الثغر أو اكتشاف النفس منها اختبارات شخصية منها التأمل منها يعني رأي الآخرين منها التجربة والممارزة كل هذه أدوات تعينك على اكتشاف مهاراتك بس أنا عندي نقطتين هنا مهمة جدا في خضية الاكتشاف لابد أن يتحلى بها الإنسان حتى يصل إلى الاكتشاف الحقيقي أول نقطة اللي هو الصدق والصراحة مع النفس كثير من الناس إذا جاي عدد مهاراته وأنا يعني أدعو الإنسان مثلا يأخذ ورقة وقلم يكتب يقسم المهارات ويكتب ما يعرف عن نفس أنه هو يتقنها من المهارات والتي لا يتقنها ويبدأ يعطيها مثلا درجة من عشرة هذه المهارات كن صادقا مع نفسك فيما تتقن وما لا تتقن يعني القضية لا تحتاج إلى تحايل ولا وأنا كويس هنا وهنا ماني كويس فيها مرة لا كن صادقا فيها فمثل ما ذكرت في كتابك ابو بدر شخصية قوية ومكتب الجميلة أن الإفصاح يدعو إلى الإصلاح إلى الإصلاح أو يعين على الإصلاح إنسان إذا أفصح بشكل جيد عن نفسه وعن مهاراته استطاع أن يقيم ويتقدم أيضا في قضية ثانية ولحظتها يعني في عدد من الشباب اللي هو قضية التبرير أنه مثلا خلني أعطيك مثال لو جاء واحد أدار فريق في مبادرة أو في عمل أو كذا طبعا من المهارات اللي ممكن هنا يعني ينجح فيها الإنسان اللي هي مهارة إدارة فرق العمل لما يجي يفشل في إدارة الفريق هذا ما يلقي اللوم على نفسه يبدأ يلقي اللوم على من؟ على الآخرين على الآخرين أو على البيئة أو على المشروع طبعا هذا قد يكون صحيح لكن لا تبدأ بتبرير أخطائك وممارساتك من خلال إلقاء اللوم على الآخرين ذلك براين تسي وهو أحد المهتمين بالتطوير الشخصي ولا أحد المكتب منها نقطة التركيز يقول دائما إذا فشلت فردد على نفسك أنا المسؤول هذه القضية إذا رددت دائما على نفسك أنا المسؤول ستعينك على التصحيح والإصلاح والتطوير لأن كذا قلت لا والله غيري فشل يعني أنا أشوف بعض الناس يكابر أنه يعترف أنه أخطأ يعني أنت لما خلنا نقول فشلت في هذا الفريق في إدارة هذا الفريق قد يكون مشكلة فيك أنت ليش دائما تبادل إلى اتهام الآخرين قل أنا قدراتي في توظيف الناس وتوزيع المهام وإدارة الفريق قد تكون ما يبديد أبدأ أراجع نفسي بشكل جيد فالصدق والتبرير مع استخدام أدوات الاكتشاف ستعينك على اكتشاف مهاراتك والبدء في تصحيحها وإصلاحها نعم وإحنا في شرعنا دائما مأمرون بأن يقول الإنسان اللهم إني ظلمت نفسي يستطيع الإنسان ترى أنه يقول أن ظلمت البيئة الآخرين يعني ضحكوا علي يلقي اللون بكل شيء إلا على نفسه لكن إحنا نبدأ بأنفسنا نصلحها نزكيها ثم بعد ذلك نحاول إصلاح الأشياء التي لها علاقة مباشرة بإخفاقاتنا طبعا أبو بدر حقيقة اتهام النفس بهذه الطريقة والصرحة معها قضية ليس يدفع سهلة لأن أصعب شيء للإنسان أن يقول أنا أخطأت أو أنا فشلت لأنه عندنا مشكلة أصلا في التعامل مع الخطأ والفشل فإذا عوتت نفسك وهذبتها وتدرجت في التعامل معها ستنتفع كثيرا يعني ستنتفع كثيرا في قضية تطوير نفسك الشخصي وتطوير حتى مهارات إن شاء الله بيكون عندنا سؤال الإخفاق يا رب إن شاء الله إن شاء الله بناخذ سؤال الإخفاق وسؤال مقلق كيف يتعامل الإنسان مع الفوز والخسارة في الحياة بشكل عام من الأشياء التي تؤرق كثيرا عند الشباب والفتيات قضية أني أنا ما عرف نفسي فعلا أنا ما عرف نفسي يبدأ يقول أنا ما عرف نفسي الإنسان عنده جانبين وجانب في شخصيته جانب منظور وجانب مستور مثل لبس الثوب هذا جانب منظور أنا أعرف الثوب هذا فلما يجيني أحد يقول والله ياسر ثوبك نظيف أو وصخ أنا شايفه بس تم تجانب مستور صدقني ما أقدر أشوفه لا أستطيع وبالتالي مهما ادعى الإنسان أنه لا يعرف نفسه ترى أنت تعرف جزء منه أو ادعى أنه يا أخي ما أعرف نفسي لا أنت في جانب منك مستور طيب فماذا تفعل؟ الجانب المنظور عليك فيه بالإفصاح بالإفصاح يا جماعة أنا عندي كذا أنا عندي كذا اجعلني على خزائن الأرض ليش؟ إني حفيظ عليم إفصاح أنا عندي ما أرى أنا حفيظ عليم ما فيه مشكلة فالجانب اللي فيه المنظور اللي أنت تعرف عن نفسك عليك فيه بالإفصاح والجانب المستور عليك فيه بالإستنصاح تيجي للجانب المستور تقول لا أبغى إذلك نبصة الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآته أخيه المرآة لا تأتيك لا تلاحقك أنت اللي تروح لها إذلك كان الحق المسلمي عن المسلمي ست فإذا استنصحك فانصح له جزء كبير من معرفة مهاراتك أن تستنصح أن تثق برأيه عشان أنت تغير من شخصيتك وتقومها وتكون أفضل وأجمل وأرقى وأنقى العرب تقول قرب الشيء حجاب هذه من الأمثلة بمعنى الآن اللي يسمعني ممكن لو يحط يدها الآن ما رح يشوف شيء قرب الشيء حجاب عن رؤية ما أمامك قرب نفسك منك حجاب فلذلك تحتاج إلى واحد بعيد هو الذي يخبرك يقولك ترى أنت عندك أو ما عندك أنت تحتاج في كل لحظة أنك تتعرف على ذاتك إذلك الله سبحانه وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبناء أبناءهم لم يقل الله سبحانه وتعالى علشان يبين أنهم عارفين مرة يعرفونه كما يعرفون أنفسهم يعني أحنا في بالنا أن أي واحد يأتي يقول لك يا أخي أنا عارف فلان أعرف مثل ما عارف نفسي ليبين أنه يعرف مرة الله لم يقل ليعرفونهم كما يعرفون أنفسهم بل قال يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم الله الخبير الذي خلق هذا النفس يقول الراغب الأصفاني يقول لم يقل أنفسهم وقال أبناءهم لأن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة من زمنه ومن وقته يعني تخيل بعد مدة يبدأ يعرف نفسه ليش؟ التجارب المواقف النقد الآخرين يبدأ يعرف نفسه ويعرف ابنه من حين ولادته ترى الإنسان يعرف ولده ويعرف كذا ولده يعرف يعني إيجابياته سلبياته نقاط قوته وضعفه يعرفها لأنه ولده بعيد عنه ويقدر يشوف المشهد بشكل كامل الرافعي يقول في كل مادام في كل إنسان غيب لا يشركه فيه إلا الله يعني ما يدري عنه إلا الله ففي كل إنسان تعرفه إنسان لا تعرفه نحن نبغى هذا نحن نبغى الذي لا تعرفه ترى عندك مواهب أنت فقط أنت ما جربت نفسك أو لزمت أشياء اعتدت عليها وبس فعطلت كثير من قدراتك أو ظلنت في نفسك أنك قادر على شيء وأنت غير قادر عليه لم تستنصح ولم تجرب لذلك ولا أقول ذلك للشباب يا أخي حتى العقلاء أبو ذر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ولني الأمارة يعني يظن أنه سيخدم الأمة من خلال الأمارة فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبو ذر إنك رجل فيك ضعف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزني وإنها دائما فلا تتولينا على أثنين وهو بذر ما بالك بيأتي شاب ولا أنا ولا الثاني ولا الثالث يظن في نفسي أنه عنده مهارة لذلك مرة المرات واحد من الشاب جاء وقال لي أنا أبغى أصير منشد وأنا منشد وأنا منشد وقلت له يا ابن حلال استعوذ من الشيطان صوته مبزين صوته مبزين يعني عنده لحمية وعند مشاكل في النطق بشكل جيد وهو مميز في أشياء ثانية بس الإنشاد مميز فقلت له والله حاولت ألطفها قلت له طيب يا أخي غير هذه المهارة أو هذه الحواية أو هذه الرغبة قال لا والله أنا صوتي زين قلت منحلال تعوذ من الشيطان قال لا حتى أصدقائي يقولون صوتي زين قلت أجل غير أصدقائك إذا ما تغير المهارة بغير أصدقائك ما ستقوك أحيانا الإنسان أيضا يغتر بنفسه أنه يعتقد أنه قادر أنه فاهم أمثال هؤلاء يجب أنهم يمارسون ما يدعون فينكشف الإنسان أمام نفسه إذا لك منخلدون له كلمة بديعة جدا يقول معرفتك بجهلك ضرب من المعرفة كونك تعرف أنك جاهل ترى هذه معرفة قوية جدا معلش جرب تقول أنا موهم في هذا الشي أنا أحب هذا الشي أنا كويس أنا قوي ما عندك مشكلة لأن فيه شيء اسمه منحنة داينينج أو ما يسمى بوهم الثقة أو وهم المعارة والمعرفة الإنسان يتوهم أنه قادر لا يستطيع أن يزيل هذا الوهم إلا بمطرقة التجربة فإذا جرب اكتشف هل هو قادر أو غير قادر حسن توحيانا قد يكون هو استعجل هذا الشي أنا أذكر أحد الشباب يرى أنه في نفسه القيادة وقدر على التأثير وتقديم شيء معين في أحد المجالات فلما استعجل هذا الشي قبل أن ينضج وقبل أن يعني يكتسب الخبرة المناسبة فشل في قيادة هذا المشروع أو هذا الفريق لأن استعجل هذا الشي أحيانا تحتاج إلى وقت حتى تطور نفسك تؤهلها فتتقدم في الوقت المناسب الذي يكون فيه نجاحك أهلا كيف أنميها طيب؟ أنا الآن اكتشفتها وكيف أنميها؟ المهارات تنمى بعد الطرق منها التدريب منها الممارسة والتجريب منها أنك تستلم مهمة وتبدأ تعمل عليها منها أنك توضع في موقف تضطر من خلاله إلى اكتساب مهارة يعني أنا أذكر أحد الأصدقاء سألت كيف تعلمت التصميم؟ قال كان عندنا موقع أكتروني وبديت يعني أحس أني لازم أصير مصمم يعني فيه شغلات في الموقع ما أعرف على من خلال التصميم فبدأت أبحث وفي النت وبديت أدخل مجموعات وتابع ناس في تويتر إلى أن تكونت عندي هذه المهارة وعني الآن صار هو مصمم وحتى أصبح يعني أحيانا يصمم بمقابل مادي وأصبح يعني من المميزين في هذا المجال فأحدها أن يكون عندك مهمة أنك تجرب كل هذه القضايا تساعد أنك تكتسب المهارات أيضا تكرارها بشكل أو آخر يعني حيانا بعض الناس يتعلم مهارات من خلال معارفة من خلال اكتساب الخبرات لكنه لا يكررها فيفقد هذه المهارة مع الوقت جميل ترى أحيانا المهارة تلبس عدة لبوس بمعنى مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وراء الغنم يعلق بن حجر قال ورعيه للغنم إنما هو تمرين له وللأنبياء فتخيل طبعا ثم علق وقال أن رعي الغنم يعني فيما معنى قول بن حجر رحمة الله عليه أنه يبدأ يراعي ضعيفها وصغيرها والمبتعد يجيب ويعينها ويشفق عليها هذا نوع من التمرين ليتحول من رعي الغنم إلى قيادة الأمم هذا المهارات التي تكتسبها طبعا أنت اكتسبتها في رعي الغنم بس ترى هي تفيدك في شيء آخر أنا أعرف واحد من الشباب مثلا أبوه كان يشجع نادي معين وكان يقول لأخذ إذا جاء من الدوام قال لأخذ أول ما فيه سوشال ميديا أو شيء فيه جرائد قال يولدي أخذ هذا قرم أي كلمة فيها نادي كذا حط عليها خط عشان أنا بعد الغد أجي أشوف مباشرة فيقول يعني كان مشقة مشقة يقول من الصفحة الأولى إلى الأخيرة مع أن الملحق الرياضي بسيط لا أقرامنا ولا الأخرى يقول مع التراكم لهذه المهارة يقول أصبحت فضل الله عز وجل القراءة السريعة والبحث عن المعلومة يقول تسقط عيني مباشرة الآن وهو باحث عنده مكتبة ومحب للقراءة الآن والتعلم يقول أحمد تلك المهام التي كان يعطيني والدي أحيانا أنك تكلف ابنك أو أنت تكلف في البيت بمثلا أنك تسجي الزرع ولا تبذر شيء ولا تحصد شيء لا تتذمر هذا بكرة يتشكل على هيئة مهارة أخرى مهارة الصبر مهارة المتابعة مهارة المعايرة هذه خربانة هذه مجهة موية هذه طالة هذه قسارات بكرة هذه المهارة نفسها اللي في شجره بتكون في مصنع ترى فالفكرة أن الإنسان ما يزهد بأي عمل أو تكليف أو مهمة أو دور لا 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 قد يكون هذا الدور في ظنك أنه ضعيف لكن بعدين ترى ممكن يكون له شأن آخر وتستفيد منه بإذن الله تعالى مثل هذه المهام الصغيرة هي بذور بإذن الله إذا سقيتها بالممارسة وتنويع تجاربها تنمو كأجمل الشجر في بستان شخصيتك وأحيانا العمل في مثلا في الجامعات في أندية الطلابية أو في المدارس في الأنشطة الطلابية أو حتى في البيئات الشبابية وفي العمل التطوعي الفرق التطوعية تنمي كثير من المهارات أنا أذكر أحد الشباب الآن تعلم الإلقاء يقول كنت في البداية ألقي على مجموعة من أصدقاء أقدم برامج أبدأ في فرق تطوعي كنت أحاول أني أقدم مسابقات يقول هذا التقديم المستمر بحمد الله وفضله بعد سنوات أصبحت من المميزين فيه فالاشتراك في مثل هذه الأندية أو البيئات تنمي كثير من المهارات عند الشاب والفتاة والقاعدة تقول إذا أردت أن تتطور فاستبدل الرأة إلى عين يا سلام أسكت عبتها يعني طيب ما أنواع المهارات أبو حسن والله فيه مهارات عقلية فيه مهارات نفسية فيه مهارات اجتماعية وفيه ناس تقنية فيه ناس يقسمونها بتقسيم آخر مثلا مهارات حياتية مهارات ناعمة فيه مهارات اللي أنت ذكرتها أحيانا مهارات تفيد في تخصصات فيه مهارات عامة ومهارات خاصة جميل المهارات عامة هذه تفيدك في في سائر الحياة وفي سائر التخصصات وفيه مهارات لا خاصة بكل تخصص فتقسيماتها كثيرة الحقيقة هالمهارات أبرز المهارات التي يحتاجها الشاب أو المهارات الشبابية إن صحتها التسمية أيضا نحن ذكرنا في سؤال الجامعة ذكرنا بعض المهارات لكن سأعيد بعضها أظن من أهمها إدارة الوقت وترتيب الأولويات أيضا مهارات التفكير خصوصا تفكير النقدي أو الناقد في هذه المرحلة اتخاذ القرار من أهم المهارات التواصل والاتصال بشكل عام تعاملك مع الناس مع الآخرين وهي مهمة جدا خصوصا للشاب أيضا مهارات التقنية اليوم بحكم أنها أصبحت جزء من حياتنا بشكل كبير أصبحت تختصر كثير من الوقت تعين في كثير من إنجاز الأهداف والقضايا فهي مهارات مهمة في مهارات يعني نفسية أيضا فررتها الحياة اليوم مثل المرونة القدرة على التأقلم والتكيف كثير من الناس خسر أشياء في وظيفته أو في تخصصه أو في دراسته أو حتى في زواجه بسبب عدم قدرة على التأقلم عدم قدرة على التكيف من المهارات المهمة جدا جدا في هذا الوقت الذكاء الاجتماعي والعاطفي لو تستعرض اليوم كثير من التقارير التي تذكر أهم وأبرز المهارات تجد الذكاء العاطفي والاجتماعي موجودة فيه الذكاء العاطفي له فهم الإنسان الذكاء الاجتماعي له قدرة على التواصل مع الآخرين وفهمهم وتوظيفهم وفيه كتاب بالمناسبة اسم الذكاء العاطفي لدانيل جونمان هو أحد الكتب المهمة في هذا الباب ممكن يستفيد منها الإنسان في فهم هذا المسار وفيه أيضا فيه قنوات في اليوتيوب اهتمت بالحديث عن المهارات مثل قناة علي وكتاب وعدد من القنوات المهمة اللي ممكن يستفيد منها الشاب جميل جدا فيه دراسة أنا نسيت من أين قرأت مصدرها لكن كانت تتحدث أظن في جامعة كاليفورنيا من يمتأكد كان يتكلمون عن أنهم جمعوا مجموعة من الطلاب وحصروا تخصصاتهم عفوا حصروا درجاتهم في المدرسة وصنفهم ثلاث أقسم قسم مميز جدا وأطلقوا عليه القائمة A وفلان 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 هذولا مميزين متفوقين دراسيا قسم الأقل جيد جدا جيد مرتفع وأطلقوا عليهم القائمة B فلان وفلان 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 وقسم ضعيف دراسيا وأطلقوا عليهم القائمة C رصدوهم لمدة أربعين سنة ثم وجدوا التالي وجدوا أن A الناس اللي في A يعملون في شركة يديرها B ويمتلكها C عجيب الذي يمتلكها C وكانت النتائج يعني تحليل هذه الدراسة أن كثير من القائمة A كان يركز على الصداقة مع المعرفة مع الأوراق وأن القائمة C كانوا يركزون على بناء العلاقات على التواصل ولذلك لما تخرج من الجامعة إلى الحياة لن تجد المذكرات ولا الكراسات التي من أجلها خسرت العلاقات لا ستجد أن كثير من الأشياء إنما تدار بجودة علاقاتك وأن جودة حياتك أصلا مبنية على جودة جودة علاقاتك مع الآخرين وأن الشهادة الجامعية بشكل عام الشهادات الشهادة التدريب أو الجامعة تدخلك باب المنظمة الذي يقفز بك هو هو الإتقان وجودة العلاقات جودة العلاقات قادرة على أنها تقفز بك وتحرق الكثير من المراحل للوصول إلى مناطق التأثير الأعلى بإذن الله لذلك نعرف أحد الأساتذة في الجامعات قضى وقت طويل في مكتبته ما بين قراءة والطلاع يعني جالس سنوات وهو منعزل لا يحتك إلا قليل بالناس فلما أراد الخرور للناس ونقل هذه المعارف ما استطاع لأنه فقط كثير على وصول التأثير لذلك التوازي بين المعرفة والمهارة والاستفادة من القدرات والاتجاهات مهم جدا بحيث أن الإنسان يستطيع نقل معارفة يستطيع تأثير في الناس يستطيع إيصال ما يريد من خلال هذه المهارات أو الحصول على ما يريد جميل من أجل المهارات في ظني التي يحتاجها الشاب والفتاة وحتى غيرهم هي مهارة الإلقاء مهارة التحدث فهي قادر على ابتلاع كثير من المهارات التي تساندها لأن الذي يلقي يحتاج إلى أن مهارة التذكر مهارة التفكير مهارة التواصل فهي تبتلع مجموعة من المهارات وتخرج على هيئة مهارة واحدة الله لما اصطفى موسى وبعثه إلى أعتاج بابرة الأرض فرعون فرعون موسى هنا لم يطلب لم يطلب من الله سبحانه وتعالى لا عدة ولا عتاد ولا جنود قال أحلو عقدتهم من لساني مسألتني كيف أقدر أتكلم ولذلك فرعون لما أراد أن يجري مقارنة قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين هذا ما يعرف يتكلم وشنون صار يبقى يصير نبي إذا كنت نشوف فنقول يا أخي هذا شنون صار وزير لأنه ما يعرف يتكلم والناس سبحان الله الناس الذين لا يعرفونك الذين لا يستطيعون الحكمة على الأداء ما يعرفونك فإنهم يحكمون على صحة الإملاء أو جودة الإلقاء تجد أنهم بعضهم مثلا يسقط من عينه وزيرا دون أن ينظر إلى أدائه مجرد أنه كاتب تغريدة في أخطاء إملائية فالإملاء جودة صحة الإملاء وجودة الإلقاء كيف هذا يصير وزير كيف هذا يكون مدير وهو لا يعرف أن يتكلم فكونك تستطيع أنك تلقي بشكل جيد ترى هذا يكسبك مهارات ويلزمك بمهارات ويعطيك مزيد من الفرص التي تمنحك بإذن الله تعالى هذه الفرص تمنحك الكثير من النجاحات النجاحات ترفع تقديرك لذاتك تكون أكثر مبادرة أكثر إنجازا أكثر تطويرا لنفسك لذلك الله عز وجل لما قال الملك ليوسف وقال توني به أستخلصه لنفسي فلما يقول الله سبحانه وتعالى فلما كلمه بدأ يكلمه شافة تخيل واحد سجين هو في نظر السجين وجاء فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أو أنت شخص آخر لما أعطاه هذه الفرصة وأعجب به ماذا قال يوسف قال اجعلني على خزائل الأرض خلاص أعطيتني فرصة وجلتني فرصة اجعلني على خزائل الأرض لم يقل عليه السلام إني نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي لم يتفاخر بنا سبع أبدا وإنما قال إني حفير عليم هذه معاراتي هذا أنا والذي سيختارني سيختارني من أجل هذه المعارات يجب على الإنسان أن يكون مسوق بارع لبضاعة جيدة لا أن يكون بضاعة جيدة ما يعرف يسوق نفسه ولا نريد أيضا مسوق بارع لبضاعة مزجاة أو رديئة فيخدع بها نفسه ويخدع الآخر الإشكال أحيانا كثير من ناس زهد في تعلم هذه المهارات لربطها بالتنمية البشرية مثلا أو بربطها بالفكر الغربي أو ربطها بعدد من الأفكار الدخيلة علينا أنا أقول أن أذكر لك دكتور إبراهيم القعيد له دار اسمه دار المعرفة للتنمية البشرية له كتاب اسمه العادات العاشرة الشخصية الناجحة هذا الكتاب هو كان يقرأ كيف بدأ تأليف هذا الكتاب قصة مع هذه الدار أنه كان يقرأ فيه كتاب كيف تؤثر في الناس كيف تكسب أصدقاء وتؤثر في الناس لديل كارنيجي وله كتاب آخر اسمه دار القلق وبدأ الحياة ويقول بالتزامن مع هذه قرأ لسات الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي هي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وهو الشيخ عبد الرحمن صاقة كتاب ديل كارنيجي في دار القلق وبدأ الحياة كما أن أيضا محمد الغزالي ألف كتاب اسمه جدد حياتك بناء على هذه الفكرة هناك كتب تحدثت عن اكتساب المهارات والعادات بمرجعية جيدة إسلامية ثقافية كما أن العادات العشر هي أيضا مأخذة فكرتها من كتاب العادات السبع لستيفن كوفي اللي هو العادات السبع للشخصية الأكثر فاعلية هذا الكتاب أيضا يوجد دكتور أيمن أسعد عبده له كتاب اسمه التغيير من الداخل تأملات في العادات السبع لما تكلم أنه بدأ في التأمل في هذه العادات السبع من خلال عدة قراءات لهذا الكتاب هذا الكتاب التغيير من الداخل أيضا قدم له أحمد البراء الأميري وقال أن أحمد البراء الأميري كان مهتم بكتاب ستيفون كوفي وألف عدد كتب هو من خلفية إسلامية في فن التفكير والياقات الست وغيرها من الكتب التي تكسب المهارات أي من لما بدأ يقرأ في هذا الكتاب ويتأمل وحضر عدد من الدورات حتى عند ستيفون كوفي مع أنه لا يدرب يقول بدأت أتأمل في هذه العادات السبع وبدأت أناقشها مع عدد من الأصدقاء وجدت أن هذه العادات السبع هي سنن كونية يتفق فيها المسلم والكافر من أخذ بها حصل على الفاعلية والنجاح ومن تركها قد يعوقها النجاح فهناك مهارات هناك عادات هي مشترك بشري يعني يستفيد منها الجميع ليس لها علاقة بفلسفة معينة هناك عدد من المهارات هي منطلقة من فلسفات أو نظريات هذه الإنسان ممكن يتوقف فيها أو ينظر فيها فتح الله عليكم بحسن هل المهارات واحدها تكفي؟ يعني واحد عنده مهارات وخراس ويلتزمها وينتهي؟ والله أنا أشوف إنسان فيه ثلاث مكونات رئيسية يحاول أن يوازب بينها وأن لا يفقدها من أهمها المكون المعرفي والمكون السلوكي والمكون المهاري كون الإنسان يركز على المكون المهاري مع فقدانه للمكون المعرفي والسلوكي هذا يعني يجعله يفقد يعني توازن أحيانا في بعض القضايا هناك قضايا تحتاج إلى معرفة هناك قضايا تحتاج إلى تعديل سلوك كما أن المهارات أيضا هي مؤتمدة على المعارف اللي هي إلمام يعني الإنسان بحصيلة الإنسان التراكمية التي تعلمها سواء من خلال الأشخاص أو من خلال المدرسة أو غيرها فالثلاث هذه المكونات في ظني أنها تسير بتوازي ستعطي الإنسان بعد مختلف المهارة والرزق هل بينهما تداخل تعارض؟ والله في ناس يعني كثير اليوم صارت مهاراتهم هي سبب أو خلنا نقول مصدر رزق لهم أصبحوا يعني من خلالها حصلوا على مصدر دخل أو حصلوا من خلالها على وظيفة أو حصلوا من خلالها على مكانة معينة فالمهارات قد تكون مصدر دخل وجيد جدا يعني في خطاب إبو حسان يعني يرفع من شأن المهارات ويحط من شأن الشهادات وفي خطاب يقولك لا أنت معك شهادة تسوى قرش ما معك شهادة بلا مهارات بلا كلام فعلا حقيقة أن المهارات لوحدها لا تكفي بدون شهادة لأن مهما امتلكت يعني من المهارات وعندك من القدرات تبقى في الأخير هناك وظائف لا تستطيع الوصول لها أو حتى مناصب أو قدرات معينة أو فرص معينة إلا من خلال اكتساب الشهادة يعني أنا أعرف أحد الشباب يعمل في شركة إعلامية في منصب جيد عنده مرحلة ثانوية وولد عنده ما شاء الله مهارات وقدرات وقاعد يأدي بشكل جيد يعني أعطوهم منصب معين فلما وصل مرحلة معينة قال والله أنا ودي أتقدم شوي كاوترا في الأخير أنت ما عندك شهادة جامعية فهنا توقفوا قالوا طبعا صعب أن نحطك أنت مرحلة ثانوية على ناس عندهم جامعة عندهم ماجستير فمهما ملغت من المهارات في الأخير الشهادة مهمة أن تحصل على الشهادة بعدين اكتسب من المهارات ما شئت كل اللي يتكلمون أن المهارات أهم الشهادات تجد عندهم شهادات أين يمكن أستثمر موهبتي أو مهارتي ونميها يعني اليوم في منصة أو جامعة مفتوحة يمكن يتعلم من خلالها الجميع وتدربتي اليوتيوب فيها عشرات الدورات تدريبية فيها أيضا الكتب والقراءات ممكن يأخذ منها معالف ويطبق يأخذ نماذج ويطبقها أيضا المنصات المتوفرة اليوم بشكل كبير جدا في بعض الجامعات حملت كل يعني موادها على موقع الإنترنت فيها منصات مثل أغواق إدراك هدف عندهم أيضا عدد من الدورات معهد لدارة فيها عدد من الدورات في بعض الناشطين في تويتر جمعوا أبرز المنصات المجانية هذه كلها ممكن يتعلم منها الإنسان كثير من المهارات ولا يدفع ريالا واحدا حتى ممتاز ولكن هذه تعطيك نصف المهارة اللي هي المعرفة يبقى النصف الآخر في التطبيق والممارسة ومداومة التغيير الراجع والتحسين هي التي بإذن الله تعالى تعينك على اكتساب المهارة لأن المهارة جزء منها بالمدارسة والجزء الآخر بالممارسة ختاما أبو حسان أبرز آفات اكتساب المهارة أحيانا يعني أحيانا إنسان يركز على المهارة فينسى أشياء أخرى مهمة جدا مثل المعرفة أو أن هذه المهارة تأخذ عليه وقته وجهده فيفرط في جوانب أخرى في حياته أحيانا التمركز حول المهارة يضعف الإنسان إذا ما كان عنده جوانب أخرى يكمل بها يعني مثلا ملقي جيد بس ليس لديه محتوى معرفي قد ما يؤدي المهارة بشكل مفيد جميل ممكن نحن نحصرها في أربع ميمات سنقول يجب أن تكون المهارة مشروعة المهارة اللي في حرام يجب أن تتخلص منها أو توجهها في الحلال وأن تكون مسموحة فبعض المهارات ممنوعة قانونا واحد يسوي كذا بسيارته ولا يخالف الأنظمة فتكون مشروعة وتكون مسموحة وتكون مؤمنة ليست خطر عليك قافزوا مدري إيش بدون لبسوا وتكون في الأخير مفيدة قيل أن أحد الذين لديهم مهارات جاء إلى الخليفة هارون وقيل غيره وقال أنا أقدر أدخل الإبرة في ثقب الإبرة الأخرى ورى بعض فلما انتهى يعني دخلت الإبرة في ثقب الأخرى يعني بدقة عالية جدا قال أعطوه مئة درهم واجلدوه مئة صوت فقال ليش تضربني قال لأنك أضعت وقتك فيما لا ينفعك ولا ينفع المسلمين فجيد أن الإنسان يستخدم من المهارات ما ينتفع هو بنفسه وينفع له هذه المهارة الآخرين كلمة الأخيرة عندك بحسان إيش المهارة اللي عندك أبرز مهاراتك نختم فيها السؤال صعب لكن يقولون يعني لقنا أحيانا نتحدث بشكل جيد توظيف الطاقات وإدارة الفرق نوع أحيانا جزء من القيعدة لا بأس به يعني هذه يقولونها ولست متأكدا منها كلها يعني تقدر تقنعني أنك تختم؟ أنا ما اليوم قاعد أحاول فيك نختم الله يقويك ألقاك على خير شكرا لك السيد كبالك